تحية طيبة مشاهدين الكرام أينما كنتم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم نبدأه كما عودناكم بأبرز الأخبار في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم رؤية ولي العهد تسرع عجلة التحول في التعليم بثمانية أهداف وضعف للسعوديين بستة ألاف ريال خلال الحجة وأربعة عشر قاترة محملة بمساعدات غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة تصل لحجة مشاهدين ما هي أبرز الملفات التي سوف ننقشها في حلقة اليوم إحباط محاولة تهريب 9 كيلو جرامات من الأفيون حصة السعودية من الثروات السيادية العالمية تقدر بأكثر من 2 تريليون ريال وأمير وعسير يفتتح مهر جانبها لتسوق ويكرم الرياض لرعايتها الإعلامية حياكم الله أحبط جمرك مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز بمنطقة تبوك تهريبة كمية من مادة الأفيون بلغت أكثر من 9 كيلو جرامات عثر عليها مخبأة في أمتعات أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار وأوضح مدير جمرك المطار منصور المزيد أنه عند قيام المراقبة الجمركي بالإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات عثر على تلك الكمية من الأفيون مخبأة في حقيبتين كانت مع أحد ركاب الرحلة بحيث تم إخفاء الكمية أسفل كل حقيبة من ثم جرى تغطية الأفيون بطريقة فنية بورق مقوة ذلك لغرض التمويه على المراقبة الجمركية مشاهدين الكرام والتعليق على هذا الموضوع تنظم إلينا ومن جدة دكتورة سحر رجب المستشارة النفسية والأسرية هلو مسهلة دكتورة سحر أكيد نورتيني في برنامج الوطن اليوم أكيد جهود رجال الأمن ووزارة الداخلية ممثلة بمكافحة المخدرات كبيرة بهدف عدم تسرب أي كمية من المخدرات إلى داخل المملكة لكن دائماً لما نتكلم عن وجود مخدرات في المملكة نتكلم عن أشخاص يطلبون المخدرات برأيك وش هي الأسباب التي تخلي المتعاطي متعاطي أو بالأحرى الشخص يطلب المخدرات أولاً أهلاً سهلاً بكم وشكراً وفي السنوانت طيبين وعيدة وانت طيبة العدة أسباب منها المراهقين بشكل كبير تنتشر بينهم بسبب الابتعاد أو الانتصال بين الأب والأم التشدس الأسري القسوة التعنيف هذه كلها تكون بتأثر على المراهق وبتخلي يعني يفكر بالإضافة أنه رفاق قسو بيقول له جرب كتجربة أولى أو أنت من تقدها تصير فيها تحديات وطبعاً مهما كان أمثلك من عاقلة أو أمثلك من ذكر ما عنده برضو خبرات ما عنده تجارب فهو يقول فرصة أجرب وأشوف من هنا يعني بيصير الاشكاليات والتعاطي نعم طب يعني برأيك دكتورة أنا دائماً مروجي المخدرات يستهدفون المراهقين أو ضعاف النفوس أو اللي عندهم مشاكل أسرية طبعاً لأنه الدخول لهم بسهولة بالذات كمان اللي يكون ما عنده شغل يعني بيستهدفوا برضو الفئة اللي أكبر من كده أو اللي رواتبهم ضعيفة بالأساس يعني طبعاً يبدأ الزن ويبدأ غسل الدماغ أنه حيرتفع راكبك أو حيصير لك داخل آخر ما حتنكشف أنت جديد في السوق من هذه الأمور بيدخلوا له فبيصير هنا الاتجار وبيصير كمان أصلاً التعاطي نعم طيب يعني ذكرتي جزئية أن الأشخاص اللي مثلاً ما عندهم رواتب أو الغير موظفين أو اللي عندهم مشاكل مادية هم ممكن يكونوا من المتعاطية المخدرات كيف يصير شيء هذا؟ وأساساً يعني المخدرات اللي أسمع أن حتى يعني سعرها غالي كيف يقدر أنه ما عنده وظيفة أو عنده ظروف مادية صعبة ونفس الوقت أنه يتعاطى مخدرات طيب وهو أحياناً يكون يعني تبدأ أنه إنت إذا ما تبغى يعني هما بيستخدموا السرح زوح الدين بيقولوا أنه إنت لما تتاجر في هذه الأمور وتوزعها سواء على المراهقين أو سواء على الكبار أو سواء يعني كتجارة فإنت حيصير عندك دخل بالإضافة إذا هو طبعاً شجعوا وقالوا تعاطيك عفوا اليومي على حسابه من هنا بيصير تعاطي والتجارة نعم يعني ما نهى عليك إذا أغلب الأحيان متعاطي المخدرات وأيضاً متاجر للمخدرات على حسب الحاجة أو على حسب البيئة اللي هو فيها وحسب استيلال الشخص اللي هو التاجر أو الناس اللي يجاهدوه هيقول هذا الموضوع أو بالأحرى كيف تكون المرة الأولى اللي هو بيبدأ فيه خلينا نقول السير بهذا الطريق الوعي طيب دكتورة سحر يعني في حال مثلاً كان المدمن أو حتى المدمنة يعني مثل ما تفضلت في الكثير من الأحيان ممكن يكون أيضاً من المراهقين كيف كأسرة كوالدة أو كوالد ممكن أن يلاحظوا اتفاة معينة على المراهق أو المراهقة أنه ممكن قاعد يتعاطى مخدرات أو حتى أي نوع من أنواع المخدرات صحيح طبعاً يكون عنده تشكت ذهني يكون عنده نعزال دايماً تلاقي الوحده دايماً تلاقي مثلاً يخرج من البيت والسحوب في جسمه نظراته الصيري يعني ما هي مزبوطة أشياء كثيرة طبعاً والأياذ بالله كل جزء يعني سوري كل نوع من أنواع المخدرات طبعاً لها الشغلات يعني بتوضح مثلاً بيعرفوا أي شخص يعني أنه فيه حاجة غلط حصلت لهذا المراهق أو لهذه المراهقة أو لأي شخص يعني موجود في البيت الملاحظة الدقيقة بتبين وتطلع أحياناً كثير يكون فيه سريقات في البيت مو بس بتنسرق يعني فلوس أحياناً بنسرق ذهب بنسرق شغلات تانية بس عشان أنه يجيب مزاجه أو يجيب هذه المخدرات ممكن كمان يبيع أشياء يعني فوق التصور يعني بالأحرى أن تاجر أو متعاطي المخدرات خلا بنقول أنه بالبداية هو عبارة عن إنسان ضحية كان ممكن ضحية تفكك أسري ممكن كان ضحية ظروف نفسية مر فيها لكن بعد فترة ممكن هذا الشخص اللي هو متعاطي المخدرات للأسف يتحول إلى مجرم في حال كان يقوم بالسرقة أو حتى أن يروجه بحد ذاته للمخدرات عموماً أنا أشكرك كل الشكر لوجودك معي في برنامج الوطن اليوم من جدة الدكتورة سحر رجب المستشارة النفسية شكراً جزيلاً لك أظهرت بيانات مؤسسة SWF المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والسناديق السيادية أن إجمالي موجودات أصول السناديق السيادية حول العالم البالغ عددها حوالي 78 صندوق بلغت حوالي 7 تريليونات دولار بنهاية يونيو الماضي وفق البيانات سيطرت الإمارات على 17.17% من الثروات السيادية في العالم بما يعادل أكثر من تريليون دولار فيما استحوذت السعودية على 9.15% من الإجمال بما يعادل 697 مليار دولار واجأت الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربية السعودي سامة في المرتبة الثالثة عربياً والخمسة عالمياً بأصول بلغة 514 مليار دولار مشاهدينا والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة ومناء الرياضة دكتور سعود لمطير الأكاديمي والمحلل الاقتصادي هلو مسهل أستاذ سعود الله يحييك في برنامج الوطن اليوم لما نتكلم بداية عن حصة السعودية من الثروات السيادية العالمية باتت الآن تقدر بحوالي 2 تريليون و600 مليار ريال ما معنى ذلك للمواطن العادي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تحية لك ولمشاهدين ومشاهدات طبعاً كما نعلم صندوق السيادية خاصة تحتاج لها الكثير من الدول على وجه خصوص الدول النفطية لماذا؟ لتقلبات اللي يشهدها سوق النفط كما نعلم فلا بد يكون فيه بدائل لتمويل نفقات الحكومة من ضمن البدائل إيجاد صندوق سيادي ممكن يدر عواعد تتفق بشكل مستمر لتمويل الانفاق الحكومي المملكة العربية السعودية طبعاً وعبر قلاتين اللي عبر مواسط النقد العربي السعودي عبر صندوق الاستثمارات العامة تستحوذ على 697 مليار دولار طبعاً هذا يعتبر منخفض من نسبة لحجم الاقتصاد المملكة العربية السعودية إذا قررنا ذلك بالإمارات الآن يعتبر رقم واحد على مستوى العالم إذا أخذنا الصناديق الإماراتي كمجموعة كما نعلم الإمارات عندها أربعة صناديق جهاز أبو ظبي وأيضا دبي الاستثمار وصندوق مبادلة ومجلس أبو ظبي الاستثمار على مستوى الصناديق العالم إذا خذنا صندوق نجد أن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي يقع في المرتبة الأولى بحكم أنه يقترب من كريليا 922 تقريباً مليار دولار المملكة العربية السعودية طبعاً كما نعلم الرؤية 2030 أحد مقومات أو أحد الأعمدة التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية في الرؤية 2030 وهو إيجاد صندوق سيادي ضخم جداً بحيث يبلغ 2 تريليون دولار ليكون طقم واحد على مستوى العالم وطبعاً الآن ما زال ضعيفاً اللي هو هيئة الاستثمارات العامة يعني اللي هو 180 مليار دولار بقى ولا يعتد بما تملكه مثلاً مؤسسة النقدة العربية السعودية 514 مليار دولار لماذا؟ لأن مؤسسة النقدة العربية السعودية لا تستطيع أن تستثمر استثمارات طويلة الأجل لابد أن تبقي هذه الاحتياطيات يعني جاهزة متى ما أرادت لا فيما هو المملكة العربية السعودية كما نعلم تثبت سعر ريال مع الدولار فبعض أحياناً تحتاج إلى دخولات سريعة فما تستطيع أن تستثمر استثمارات طويلة الأجل ممكن أن تستثمار استثمارات قطيرة الأجل هذا طبيعي صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى تكوين 2 تريليون دولار بحيث أن يستثمر حوالي 50% منها داخل الاقتصادي و50% خارج المملكة العربية السعودية مما يعني سيعطي قوة لاستقرار إرادات المملكة العربية السعودية في المستقبل نعم دائماً عندما نتكلم عن استقرار إرادات المملكة العربية السعودية في المستقبل نتكلم بالتحديد عن تنويع مصادر الدخل وتحقيق رؤية 2030 بأن لا تعتمد المملكة العربية السعودية في المستقبل على النفط ما هي المعطيات التي سوف تجعل من المملكة تحقق هذه الرؤية طبعا المعطيات الكثيرة والبرنامج متنوع مثلنا برنامج التحول الوطني أحد البرامج اللي يهدف إلى تقليص الاعتماد على البترول على ما بالنصل 2020 نكون فعلا حققنا إنجاز كبير بتخفيض الاعتماد على البترول كما نعلم المملكة العربية السعودية الآن تحقق بعض التقدم كنا تقريبا 100 مليار ريال من غير البترول كإرادات حكومية الآن تجاوزنا 200 مليار والهدف أن هذا يزداد أكثر وأكثر ولا ننسى أن عندما يأتي عام 2018 تطرح شركة أرامفو وما تحصى أي حقومة من إيرادات سيذهب للصندوق الاستثمارات العامة ويكون ضمن المبلغ الصندوق السيادي وهو أيضا عاملية الخصخصة التي ستشهدها المملكة العربية السعودية في الفترة القريبة جدا هذه سيكون فيها إيرادات أيضا تحصى عليها الحكومة ستذهب أيضا لعملية الصندوق فسيتكون لدينا صندوق كبير بكل تأكيد إذا استثمر الاستثمار الصحيح ونوعة استثماراته يبي يكون يعطي عوايد كبيرة جدا إذا وصلنا 2 تريليون لو أخذنا فقط معدل بسيط 5% كمتوسط عائد سنوي هذا لا شك أنه سيكون يمول أكثر من 50% أو 60% من حاجة الميزان نعم أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم من الرياض الدكتور سعود نصير الأكاديمي والمحلل الاقتصادي شكرا جزيلا لك مشاهدين قبل الفاصل انتقينا لكم هذه التغريدات وفق اتفاقية التعاون مع حساب موجز الأخبار السعودي الإخباري وفيها الداخلية حد الغيلة بحق يمني قتل مواطن ووالدته في منزلهما بمحافظة القرى في منطقات الباحة حرس الحدود أحبطوا عدة محاولات لتهريب أكثر من نصف طن حشيش بجيزان ونجران الأرصاد التوقعات تشير إلى وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية هذا الأسبوع والأرصاد سبب ارتفاع درجات الحرارة هو تأثير منخفاض الهنزة الموسمي ويستمر تأثيره على المملكة إلى نهاية الصيف الغذاء والدواء تحضر مؤقتا استيراد لحوم الدواجن والبيض من بلجيكا بسبب انتشار مرض انفلونزا الطيور فاصل قصير ولنا عودة مع برنامج الوطن اليوم حياكم الله من جديد افتتح صاحب اسمه البلكية الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز زمير منطقة عسير أمس الأول مهرجان أبهى للتسوق لعام 2017 في دورته العشرين في عامه التاسع عشر ضمن فعاليات مهرجان أبهى يجمعون المواكب لاحتفالة أبهى عاصمة السياحة العربية لعام 2017 الذي تنظمه شركة ستار للمهرجانات والمعارض في مدينة أبهى بالمركز الدولي للمعارض على طريق المطار وبرعاية إعلامية من جريدة الرياض وفور وصول سموه الكريم قص الشريط وسط استقبال بأهازيج شعبية وألقى مدير المهرجانات والمعارض بشركة ستار مدير مهرجان أبهى للتسوق إبراهيم بن محمد أجار الله كلمة رفع فيها الشكر لصاحب السموة الملكي الأمير فيصل بن خالد مشاهدين الكرام والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف ومن أبهى الصحفي في جريدة الرياض سعيد الجندب أهلا ومرحبا بك أستاذ سعيد الله يحييك في برنامج الوطن اليوم لما نتكلم عن مهرجان أبهى للتسوق الآن هو يدخل عامه التاسع عشر وفي دورته العشرين وتماشيا مع إعلان أن أبهى هي حصول أبهى دعنا نقول على لقب عاصمة السياحة العربية بعد سنوات من الجد والعمل ماذا يعني ذلك لمدينة أبهى مفيدون على وقاتكم بكل خير وشكرا لكم وشكرا للمخاص لك أستاذ الشيرين الله يحييك مهرجان أبهى للتسوق وتفعيل فعالية ضخمة كانت من أولى الفعاليات الشياحية التي تقام في المملكة قبل 19 عاما كانت بغادرة من صاحب السمو الملكي الأمير خارج الفيصل متشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حينها كان أمير منطقة عشير وجنق للتسوق في هذه الأيام يعتبر مصدر رئيسي للحركة التجارية في منطقة عشير ومنطقة جذب واستقطاب للعائلات وزوار وسواح منطقة عشير نعم أكيد مهرجان أبهى وجوده مثل ما تفضلت يعني وعلى مدى 19 عام عندما أطلقه الأمير خارج الفيصل أكيد يحقق مردود سياحي واقتصادي على المنطقة إضافة إلى البعد التجاري حدثنا أيضا عن هذه الرزقية سعيد مهرجان أبهى للتسوق ساهمة خلال سنوات الماضية بدعم الحركة التجارية في منطقة عشير ومنطقة الجنوب بشكل عام حظية بدعم وتشجيع من أمير منطقة عشير الحالي أمير فيصل بن خالب نابل عزيز ومتابعة الأمير منصور بن مقرن نابل منطقة رئيس مجلس التنية السياحية أصبح مهرجان أبهى للتسوق خلال الفترة الحالية هو مقرر رئيسي لجس نبض الحركة التجارية للشركات الكبرى والعملاقة على طريق رعايتها للفعاليات ووضع أجنحة فيها سوهم كذلك في قوة الشرائية والترويج خلال هذا العام تميز المهرجان كذلك بدعمه للأسر المنتجة في جناح مصدقل بالتعاون مع برنامج بارع ويهدف كذلك منذ إنشاءه إلى دعم الشباب السعودي والشابات في الدخول للعمل التجاري ووضع المهرجان كذلك بحطة تدريبية لهم قبل الدخول إلى سوق العمل وكذلك مرسات الأعمال التجارية المهرجان أبهى للتسوق يأتي هذا العام كذلك مواكبة مع اختيار أضعى عاصمة للسياحة العربية ومن فعاليات مهرجان أبهى جمعنا الذي سوف تبدأ فعالياته يوم الجمعة القادمة بحفل كبير فنان العرب محمد عبدو على مصرح المفتاحة بعد غياب انتدى لعشر سنوات الانعكاس السياحي والانعكاس الدجاري والانعكاس الاقتصادي سوف يكون من الله تعالى خلال هذا العام كبير وضخم وسوف ان شاء الله تعالى يتسابع جميع السواح والزوار تطور كبير في الخدمات المقدمة السياحية والاقتصادية وكذلك المشاريع الاسبان الصيفي التي تكون بها العامة للسياحة والتراثة نعم طيب خلينا شوي نلقي الضوء على مهرجان أبهى للتسوق أبرز ما سيحدث في هذا المهرجان والمدة التي سيستمر مهرجان أبهى للتسوق سيستمر على مدى شهر كامل خلال هذا العام يوجد جناح للشركات السعودية باسم معرض استار المنتجات الاستهلاكية بإضافة لمنطقة خاصة بالألعاب تعد سنويا للسواح والزوار هذا العام سوف يكون هناك أشار جديد وفعالية جديدة وهي حديقة الفراشات بجانب الموقع المهرجان سوف يطلع الزوار خلالها على حديقة متكاملة من الفراشات من جميع دول العالم كذلك هناك المسرح الداخلية اللي يقدم عروض يومية وعروض شعبية وعروض الأفراد الجاليات المطيمية في منطقة عسير كذلك البرامج المسابقات إضافة إلى عرض كامل للمعكولات الشعبية في المطعم التراثي المراسق للمعرجان وكذلك بعض الإصطافات التي سوف تكون صحية بالدرجة الأولى لتحوصل السكر والضغط وإضافة إلى تقديم بعض العروب والهدايا لزوار المهرجان بالتعاون مع الشركات الرائعة والدعمة له نعم، هل سيكون هناك إعطاء مجال أيضا للأسر المنتجة لعرض منتجاتها في المهرجان؟ نعم، مثل ما سوف تظهر القليل هناك جناح خاص للأسر المنتجة بالتعاون مع برنامج بارع لدعم الأسر المنتجة في المملكة تشارك فيه عدد من السيدات والشابات لتقديم المنتجات الشعبية إضافة لبعض المنتجات من الملادس من الروائح الأطرية الشعبية الخاصة في منطقة عسير كذلك في منطقة مساحة المطاعم الكبرى هناك أكثر من شيء تقدم بعض المنتجات الجديدة مثل القهوة التركية على الجمر مثل الخبز التنور المحلي نعم، أشكر كل الشكر لوجودك اليوم في برنامج جال وطن يوم من أبهى الصحفي في جريدة الرياض السعيدة الجندب شكرا جزيلا لك وصلت أمس الأول إلى محافظة لاحج باليمن 14 قاترة محملة بمساعدات غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كدفعة أولى من ضمن 20 قاترة مخصصة للمحافظة تستهدف المساعدات الغذائية النازحين واللاجئين والأسر الفقيرة في مديريات الملاح وطور الباحة والقبيطة وتبن والحوطة وتحتوي السلة على المتطلبات الغذائية الأساسية لاحتياجات الأسرة مشاهدين جدير بالذكر أن المركز كان قد وزع خلال شهر رمضان لهذا العام نحو 180 ألف سلة غذائية على عدد من المحافظات اليمنية وصلنا مشاهدين وإياكم لفقرة تويتر هذه الفقرة اليومية والحيوية حيث تفعل مغاردون عبر موقع التدوين المصغر تويتر مع وسم لبيكيا سلمان حناج نود الوطن وقدموا عبارات الولاء والوفاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعودة برنامج الوطن اليوم أكيد رصد أبرز هذه التغريدات حول الوسم واللي كان أبرزها تغريدة لأحمد الدهمشي اللي قال فيها لبيك يا بو فهد يرخص لك الغالي نموت وتعيش السعودية شامخا يا وطن يا وطن الأمجاد حافظ الله الوطن أيضا سعد القهطاني غرد قائلا في تغريدته أن موت كي يحيى الوطن كي يبقى آمنا فلا عيش لنا بدون الوطن عاشت بلادي حرة أبية أيضا حساب باسم الشهري غرد فيه قائلا الله يديمك عز على رؤوس وعلى رؤوس الأشهاد ويجعل يمينك سابقة في عطاها حين جنودك نوقف بوجه الأنزاد والمملكة روحي ودمي في دهم أبو عبدالله أيضا غرد قائلا عشت يا رمز الوفاء للعرب والمسلمين لبيك وقت الرخاء وفي وقت المحن حن حزامك والسند لك واليمين أيضا المغردة مها قالت في تغريدة لها كبارنا جنود شبابنا جنود صغارنا جنود نساءنا جنود أطفالنا جنود وكل جندي يحمل روحه بين كفة لحماية وطن السلام فعلا مشاهدينا هاشتاغ جميل هاشتاغ رائع هاشتاغ ربيك يا سلمان حن جنود الوطن بهذا الهاشتاغ الرائع ينتهي البرنامج تنتهي هذه الحلقة بكرة أراكم إن شاء الله ما السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر